أكيد أول شيء الاستعدادات الجيدة فريقنا بأتم الجاهزية تعرف مباراة فلسطين مباراة تكون صعبة الطرفين أي مباراة ندخلها هي في التصفيات النهائية لازم نلحبك مباريات إنه هون نلحبك مباريات نهائية لأن طوينا صفحة فلسطين تنظن مباراة مهمة بعد غد أمام منتخب الكوري منتخب الكوري من فرقة جيدة أنا واثق من لاعبين يقدمون مباراة تليق باسم اللاعبين باسم كادة التدريبة باسم العراق إن شاء الله يا ربي إنه هون حقيقة ثلاث نقاط وكون ثلاث نقاط ثمينة أكيد الإصابات حقيقة كانت يعني صعبة علينا لعبين مميزين كانوا غابوا على المباراة فلسطين وكوريا بس اللاعبين اللي بقى الزماليهم واللي اللاعبين اللي بقية قدروا يعودون هذا الكمل هائل من النصابات والبركة إن شاء الله هم الموجودين أكيد أي من تعرف أي من لعب مهم بالمنتخب الوطني لعب ما يتعوض أكيد تواجده بالتمرين تواجده في المنتخب الوطني هو يطيئه النحافز إحنا كلاعبين أتمنى للموفقية والنجاح في حياته في كرة القدم وخارج كرة القدم ترجمة نانسي قنقر